عشاء المشويات كملوا الفيديو ده للآخر عشان ده حرفياً أشيك وأجدد مطعم مشويات في مدينة ناصر بيت ماريم في دي سنترو حي السفرات المكان شيك قوي أول ما بتوصل بتركب الأسانسير هيوصلك للأعدة الأود دور هم عندهم أعدة أود دور وأعدة تانية إن دور واللصطف هناك محترمين قوي ولو طلعت على السلم هتلاقي العيش وهو بيدخبز قدامك ويطلع لك فريش وسخلي ندخل بقى على الأكل كمية وكوالتي مقارنة بالأسعار ممتازة خصوصاً إنك بتاكل لحمة بلدي مش لحم ملعوب فيه المشويات عندهم في حتة تانية الشوية دي مثلاً فيها ربع كفتة وربع طرب وربع شيش ونص فرخة عايز أقول لكم إن دي من أحلى المرات اللي أكلت فيها كفتة وطالما الكفتة حلوة اعرف إن الطرب كمان هيكون أحلى المنديل مش تخيني دايقك ومش رفيع ما تحسش بيه معمول حلو قوي وطعمه ولا غلطة الشيش عجبني بس ما كانش مميز قوي إنما اللي طلع خطير بجد الفراخ المشوية ممتازة واخد ريحت الشاوي والفراخ طرية زي ما أنا بحبها بالضبط بيعملوا كمان طبق استيك ريكفورد خطير أنا أول مرة جربه في حياتي بس أدمنته سوس ريكفورد على حتة الاستيك طعمها رهيب وندخل بقى على الطواجن وأول حاجة لازم تطلبوها طاجن الرز المعمر من أحلى المرات اللي أكلت فيها رز معمر إذا ما كانش أحسنهم فعلاً جربت كمان طاجن مارين ده بيكون وايت سوس كريمي واخد وش جبنة مع قطع سجوء الطاجن ده كسب احترامي جداً وطعمه ولا غلطة بس السجوء محتاج يزيد فيه شوية اللي معجبنيش عندهم طاجن ورق العنب بالكوارع أنا كنت متحمس له جداً بس للأسف الكوارع كانت قليلة ومتقطعة صغير ما حستش بيها قوي بس كطعم تكسب إنما كمية محتاجين يشتغلوا عليها شوية دي كانت تجربة حلوة في بيت مريم يستحق إن أنا أقول لكم عليها فعمل سيفلي الفيديو عشان ما تهشي منك ومنشن صحابك اللي هيروحوا معاك يجربوا بيت مريم